السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابي أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما تنسوش الصلاة على الرسول على بركتي الله ندزل هذا الوصفة هذه وصفة لتغطية الشيب وصفة لتفتيح لون شعر لون بني إن شاء الله يارب في هذا الفيديو ينال أعجب الأخوات اللي كي بغوا وصفة طبيعية في نفس الوقت أقل ضرر وفي نفس الوقت تعطيهم النتيجة بسرعة بالنسبة للأخوات اللي ما عندهمش صبر مع الوصفة الطبيعية فجبت لكم هذا الوصفة هذه اللي إن شاء الله يارب في تعطيكم النتيجة هذا الوصفة قد تتبق على جوجة الخطوات وإن النتيجة مضمونة مئة بالمئة لتغطية الشيب هنا يا خديث معلقة دي الحنة طبيعية مطحونة علي الدينة أو لا كنشروها من عند واحد مبطوق منه فأنا هنا خديث معلقة فقط لأن المعلقة اللي خديث دي الحنة فقط لتغطية الشيب يعني مش اللون أو أي شيء من ذلك فقط لتغطية الشيب لأن هنا يا كما قلت لكم غنستعمل شوش أنواع دي الحنة الحنة الطبيعية والحنة دي الهنود يعني الحنة الخرأ هي اللي غادي تسبغ لنا الشعر فهذا الحنة هذي فقط بغينا نسبغه بها الأماكن اللي فيهم الشيب فهنا يخديث معلقة دي الحنة معلقة دي الزيتون أي نوع دي الزيت عندكم ماشي مشكل خلطها مع شوية دي الماء دافي باش تخمر لنا بسرعة يعني الماء سخون بالأخرى ونخلطها مزيان كما كتشوفوا الحنة طبيعي الحال كتسبق على حسب أو للوصفة كتسبق على حسب طول دي الشعر دي لكم أو زي ما أكان قسير ولا طويل فأنا هنا معلقة فقط ويتنغطي الشيب لأن الحنة اللي غاستعملت تانية فما كتغطي الشيب كتسبغ الشعر كتفتح لون الشعر ولأن الشيب ما كتعطيش النتيجة فضروري ضروري أنكم تستعملوا وهذا الحنة هادي الطبيعية باش يعطيكم محلوين اللي هو بأب فرتقالي وفي نفس الوقت ما تخافوش منه لأن الحنة التانية غادي تغطيه لكم تماما أتعطي لكم واحد النتيجة اللي هي زوينة هذه الوصفة هادي أحس أخوات اللي ما كيبغوش ما عندهمش تصبر مع الوصفة الطبيعية يكرروها عدة مرات بغين شي صباغة اللي تكون نتيجة ديالها مضمونة مئة بمئة وفي نفس الوقت تكون أقل ضرر فإن شاء الله هاد المصفة هادي راح يزوينا وأقل ضررر بكتير يعني هاد الحنة للهنود اللي غادي ينقسم معكم ما فيها شي مواد حفيظة ما فيها شي ألمونيا ما فيها شي حاجة بل هي طبيعية مئة بالمئة إن شاء الله يربي تشبكم كما يمكن ما قلت لكم الحنة العادية هنا أنا خلطة بالمأدى فيه ضدت لها معلقة دياله الزيت الزيتون بطبيعة الحال لنك تعرفوا أن الحنة كتنشف الشعر ونديرها على الشعر ديالي هاد الخلطة هادي نديرها على الشعر ديالي أنقي إيكون مخصول مزيان ونقي وانت هنا نخلىها واحد ثلاثة تسوية اربعة تسوية ومبعد نغسل الشعر ديالي نغسله ومن بعد عاد ندوز الوصفة الثانية كما كتشوفوا الوصفة طبيعية وماشي شي حاجة اللي كتكلف دابا غادي ندوزو الحنة الهندية اللي هي هادي ثميتها إندياقو او اخواتي الشرق تقول لها الكتم ومياه ديال اندياقو كما كتشوفوا حنة طبيعية مئة بالمئة رها متوفرة في جميع البلدان وتمان ماشي غالي بالساف بالنسبة اخواتي في الأوروبا رها موجودين في المواقع موجودين في محلات بالنسبة للمغرب رها موجودة سمعت اخواتي تقولوا رها موجودة في فغا فغماسي بمية وخمسين درهم بالنسبة لي انا شريتها من واحد الموقع موطق منه فشريتها وشريت لها مارك اللي هي بيو فانتوما الاخوات من اللي تبغي تشريوها تأكدوا انها بيو يعني ما فيها تشي مواد حافظة كما كان وركم هادي رها ما فيها تشي مواد حافظة ما فيها لا اه امونيا لا تشي حاجة مواد طبيعية مئة بالمئة هاد الحنة دي كتبع على جوج الوان كان فيهم كيف فيها القهوي وفيها الكحل يعني انتوما كتختاروا اللي بغيتوا فيها البني والكحل المواد خذكم ضروري تقرأوها انا دي ما كان قرأ المواد اشنو فيها اشنو مش منتكو هنا ما فيهاش المونيا دار بني عليها ما فيهاش بخذ ما فيهاش مواد حافظة ما فيهاش حاجة اخرى فقط حنة هي هادك العشبة اللي كتمرها في الكارتونة هي مناش مخرجين هاد الحنة هاتي هاد يرى بحشكل دياليزيبيناغ ولا بحشكل ديال الخبيزة طبيعية مئة بالمئة غين المشكل ديال هاد الحنة هاتي كتسبغ الشعر اي لون بغيت انتي كتخرجولك من غير الشعر الاصفر والشعر الابيض يعني الى كانت عندكم اه الشعر الاصفر بزاف مايتسبغش الى كان الشعر الابيض مايتسبغش ذاك الشيريش كنديروها على جوش المرحلات كنديرو المرحلة الولى باش كنصبغوا ذاك بالحنة الطبيعية عاد كنديرو هاد الحنة هاتي اللي هنا اندياقو او الحنة الهنود عاد كتعطينا التغطية مليك ندرو هذيك الحنة اللولة باش كتغطي الناشي بكيتسبا كاعتانا واحد اللون بوني غزال في الشعر الابيض اما الى ما درناش المرحلة اللولة الحنة وعدرنا هذي ما غادش يتسبا ضروري من هذيك المرحلة ضروري ندروه على الجر مرحلات كيننبعد اخوات كيخلطو هذي الحنة اندياقو مع الحنة الطبيعية كيدرو مع القهاكا ومع القهاكا ولين غادي تعتاكم واحد اللون اللي هو شوية محمر فانا كنفضل اننا ندرو الحنة بوحدها وندير من بعد هذي الاندياقو بوحدها باش كتعطيني واحد اللون اللي هو بوني غزال بوني كيحمق فكنفضل انا بحلاكة ثم اخوات بتتجربو جربو انا بالنسبة لي انا كنفضل هذي الطريقة هذي احسن وهاديرها طبيعية مئة بمئة اه ما في هاتشي مواد حافظة ما في هاتشي حاجة اللي درنا للراس فانتو ما يلخفتو انا دي ما كنقولها لكم شدوا واحدة شوية ديالها شدوا واحد شوية ما اللي تخلطوها ديروها علش مورة الودن ديالكم مورة الودن ديالكم وخليوها واحد عدة ساعة واحد الساعة ولا ساعتين وشوفوا اش مادات لكم في الحساسية ربما يكونوا الاخوات كيتحسون منها ولا شي حاجة انها تكسب خانبتة طبيعية مئة بالمئة ديالها بحل شكل ديال الخبيزة كما قلت لكم اولو اولا لزيبينغ حتى الريحة ديالها ريحة ديالها قوية بحل شكل اه لا ديران خبيزة بالشعر ديالك اولا ديران لزيبينغ فهي مادة طبيعية غريية كتكون شوية قوية فذك شاش قلت لكم اه بالنسبة لاخوات اللي اه خافوا من الحساسية ولا اه الشعر ديالهم خفيف بزاف ولا فان كان نسحكم انكم تجربوها حطوا واحد شوية مورة الودن ديالكم وتشوفوش ما عندكم تشي حساسية منها هي بحالة بحل الحنة العادية كتخلط بالماء تايدا فيه كتبقوا معاها بشوية بالمعلقة حتى كتدوب لانها كما شفت ورها كتتكور فما عندكم مناش تخافوا منها حنة طبيعية هدير حنة ديال الهنود كي سبغوا بها يلا لحتوا ان اللون ديالها خضر بزاف خضر ولاني لسو خليتوا واحد المدارة كتبت لكي ولي اللون ديالها آآ مبدالكي ولي غامق بزاف فمن الاحسن اخوتي استعملوا راها الكارتون انا اللي شريت شريتها فيها مية جرام يعني غادي تاخدوا فقط الكمية اللي غادي تطغل لكم الشعر ديالكم ما تستعملوا الواج كلها لانيا كتعطي واحد الكمية لا بأسة منها انا اول مرة جربتها تطني كمية كتيرة فا آآ حاولوا انكم استعملوا فقط الجاد ديال شعر ديالكم يعني لكن الشعر ديالكم طويل بزاف استعملوا واحد خمسة ديال معلق لكن الشعر ديالكم اقصار آآ استعملوا معلقتين كافيين لكن ديالكم بين المتوسط ضيروا اربعات المعالق فما ماندروش الكارتونة كلها انها هي بحالة بحال الحنة العادية كل ما كتحركوها وكل ما كتزيدو تخلطوها كتولي كمية لبأسة فيها فانا ديالك الكارتونة كما قلت لكم آآ شريتها فقط باش نقسمها مع الاخوات فانا جد جد مغرامة وكن حماق عليش حاجة سميتها الوصفات ديالنا الطبيعية كان حماق عليش حاجة سميتها الحنة ديالنا كان حماق عليش حاجة سميتها آآ الغاسو والقرن فالقاعدة كشي كعجبيني نديرو هذا فقط الاخوات اللي كيبغوشي حاجة آآ بزربة بزرب الاخوات كيتشكوتي كلكم عندنا اشتصبر باش نكررون عدة مرات باش تعطينا النتيجة ذاك شيرش قسمت معكم هاتي اخوتي فانا ما كان يعني انا ضدنا نشري انا هادلشي ماشي ديالنا ماشي ديال البلد ديالنا مع احترامي للجميع البلدان مع احترامي للجميع آآ استباغة ديال البلدان تانية وذك شي ديالهم واني انا من النوع اللي نشجع آآ نشجع ذاك شي ديال بلدنا نشجع السابون ديال بنادنا نشجع الحنة ديال بنادنا نشجع آآ قاعة تكشي ديال بلدنا فاخوتي استعملوا الوصفة الطبيعية وبعدوا على الصباغة الكيموية بعدوا على الصباغة الضارة صدقوني صدقوني راهب ما عندها حتى الشي فايدة يتعطيكم النتيجة يمكن تعطيكم يمكن ما تعطيكم مش يعني اي اخت اي اخت شعر ديالك حل بزف وعندها الشيب ومشرت صباغة كيموية وحطت على شعر كوني متأكدة مليون في المية ما غادش يعطيك اللون اللي مصور في الكارتونة كوني متأكدة حتى تصيبها عدة مرة تكرهها عدة من غير لمشي تي عند الكفورة وداتلك صحب اللون وما ادرك ما صحب اللون صحب اللون باش تديرو لك ربح اللي كتقتل الضغبة ديال الشعر ديالك يعني كتولي كتولي كتقرد كتولي كتتهرس بالزربة فانا كنقول لكم صحتكم اهم شيء الشعر ديالكم اعطاه لكم ربي كما هو خلي وحفظوا عليه وعطانا الله سبحانه وتعالى وصفات طبيعية بلا من استعملوا الكيماوي طانا ذاك شي غزال في بلادنا طانا ذاك منتوجة زويني نستعملوهم غير هما بلا من مشيون نشيرو اذاك شي كيماوي نمشيون ديكاباج ولا ذاك الصباغة ولا نحطوهم على الشعر ديالنا نتكرفسوا عليه بعد من اللي غادي نوصلوا الواحد للسن قدي نقولو كون غير مدرناج كون ما صحبناج كون غير فهذا هو ما اخوتي كانوا نصائح كنتمنى يا ربينا لو اعجاب ديالكم هاد الحنة هاد يقدر على الشعر وكتبقى واحد المدة ديال اه ساعتين درسل سويع كتعتكم نتيجة فورية هنخليكم احبابي في رعاية الله والى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي الفيديو هاد يلقاكم صحة جيدة واحسن احسن الاحوال يا رب العالمين وما تنسوش خطكم في الدعاء تنسوش خطكم في الدعاء اشتركوا في القناة